السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أبنائي إن شاء الله اليوم مع بعض في مراجعة للفصل السادس في الفصل السادس إن شاء الله بيكون عندنا موضوعين اللي هو الصخور والمعادن وعندنا الموضوع الثاني التربة بسم الله بناخذ في المراجعة أوجه التشابه والاختلاف بين الصخور لو عرضنا أو استعرضنا هذه الصخور أمامنا الستة طيب نجد إنه فيه تشابه بينهم وفيه اختلاف قبل ما ناخذ التشابه والاختلاف نبغي نعطي لها وصف أو تعريف نقول وش تعريف الصخور أو كيف نوصف الصخور وصف لها ومتازين عبارة عن مادة صلبة أحسنتم جسم صلب طيب وش بعد غير صلب يا سلام عليكم غير حي غير حي وين هو موجود يا سلام عليكم موجود في الطبيعة موجود عندنا في الطبيعة يدخل فيه بعض الأحيان تكوينه المعادل طيب نريد أن نرى الآن وجه التشابه كيف يتشابهون نريد أن نرى يتشابهون في ماذا يا سلام عليكم في الطبيعة في الحياة إذن هذه أوجه التشابه بين الصخور الستة اللي عندي طيب تعال نشوف تختلف في ماذا فيش تختلف ممتازين تختلف في اللون ألوانها مختلفة طيب وش بعد يا سلام عليكم تختلف في الملمس الصخور لما نلمسها تختلف بعضها عن بعض بعضها ناعم أملس يعني وبعضها خشن وبعضها متوسط النعومة ونحاول ناخذ حصة ونلمس ونشوف الفرق بينهم طيب وش بعد يختلفون فيه أيضاً يختلفون في الحجم ممكن بعض الصخور كبيرة وبعضها صغيرة طيب نجي نشوف مع بعض وش نستفيد احنا من الصخور الصخور عندنا وش نستفيد احنا منها ممتازين ممكن نبني فيها طيب نستخدمها في البناء والزينة احنا نبني البيوت بالصخور نبني الأرصفة في الطرق بالصخور نبني المساجد باستخدام الصخور الحجارة طيب ونستخدمها أيضاً للزينة نزين فيها المنازل او نزين فيها الجلسات او نزين فيها الطرق طيب أيضاً عندنا بعض استخداماتها سابقاً كانوا يستخدمونها في بعض الأدوات كانوا مثل الصورة اللي عندنا هذه يسمونها الرحة كانوا يجيبون صخرين كبار صخر ثابت على الأرض ويجيبون الصخر الآخر فوقه يستخدمون للطحن الحبوب يطحنون الحبوب يحطون مثل حبوب القامح أو أي حبوب أخرى يستخدمونها ذرة ويش يحركون الصخر الأعلى فوق الصخر اللي في الأسفل وينطحن لهم الحبوب تنطحن لهم ويستخدمون الطحين أيضاً كانوا يستخدمونها في صناعة مثلاً الفأس هذا اللي فوق هنا من الصخور يخلونها حادة خصوصاً في بعض الصخور تجيك حادة يستخدمونها للفأس لصناعة الفأس عشان يقطعون فيها الأشجار أو يحتطبون فيها زمان سابقاً كانوا بهذه الطريقة أيضاً مثل الفانوس يستخدمون ليش لدق أو طحن بعض الحبوب كالقهوة والهيل وغيرها طيب أيضاً كانوا يستخدمون الصخور في بعض الأدوات الحرب زمان ما كانوا عندهم مثل الأدوات الحالية التقنية الحالية كانوا يستخدمون زمان الرماح والأسهم وغيرها وهذه بعضها يجيبونها من النباتات وبعضها يجيبونها من الصخور طيب نجي نشوف استعمالات المعادن المعدن وش قلنا اش تعريف المعدن ممتازين المعدن عبارة عن ماذا عن أجسام صلبة غير حية ومتازين ها مش بعد اتكون اتكون هي الصخور يعني هي موجودة في داخل الصخور طيب نجي نشوف معدن الجرافيت هذا المعدن فيش نستخدمه ممتازين في صناعة قلم الرصاص في صناعة هذا الجزء اللي نكتب فيه احنا الجزء اللي نكتب فيه قلم الرصاص هو اللي يستخدمون فيه الجرافيت بعدين يغطونه بطبقة من الأخشاب طيب وبعدين يجبونه معدن ومحايلة لكن الجزء هذا اللي نكتب فيه هو اللي مصنوع من معدن الجرافيت طيب اخذنا هذا المعدن المغنايت وش نستخدمه فيه يا سلام عليكم في المغناطيس لجذب المواد اللي مصنوعة من الحديد او الكوبلت طيب عندنا المعدن اللي نشوفه عندنا هنا وش شو يا سلام عليكم الفلورايت فيش اخذناه فيش اخذنا استعماله تزين اخذناه وقلنا انه يستعمل في معجون الأسنان استخدام معجون الأسنان اذا هذي بعض استخدامات المعادن طيب المعدن الرابع عندنا هذا اسموه ماذا التركواز وانتزين طيب فيش نستخدم التركواز يا سلام يستخدمونه في صناعة الحلي كالخواتم والسلاسل والاسورات يحطونها فيه بعض المعادن التركواز او معادن اخرى نسميها احجار كريمة نسميها احجار كريمة اذا هذي بعض استخدامات المعادن وفي معادن احنا نستخدمها في حياتنا مثل الحديد مثل الألمانيوم ايضا هذي موجودة نقدر نستخدمها لها استخداماتها طيب تجي شوف سؤال يقول كيف تختلف الصخور عن المعادن وش الفرق بين الصخر والمعدن خلونا نسوي دائرة بهذه الشكل خلاص هنا بنكتب الصخور اللي يخص الصخور وهنا الجزء هذا اللي يخصيش المعادن وبالنص بنكتب الأشياء اللي يتشابهون فيها طيب باش يتشابهون الصخور مع المعادن ممتازين كلهم صلبة الصخور مواد صلبة والمعادن مواد صلبة طيب وش بعد يتشابهون فيه يا سلام عليكم كلهم غير حية الصخور غير حي والمعدن أيضا غير حي طيب رحين بناخذ الاختلافات وش تتميز بالصخور عن المعادن يا سلام عليكم الصخر بداخل يتكون من معدن يعني بداخل الصخر معدن أو أكثر طيب والمعادن المعادن عكسها المعادن لها أشكال مختلفة وهي اللي تكون هي اللي تكون الصخور يعني المعادن موجودة بداخل الصخور في بعض الأحيان ولها أشكال وألوان مختلفة ومتعددة طيب تعالوا نشوف مع بعض أنواع التربة وش أخذنا في أنواع التربة قلنا هذه التربة تتكون من ماذا أو وش نسميها تزين سميها التربة طينية والنوع الآخر أحسنتم نسميها تربة الزراعية والنوع الثالث ممتازين نسميها تربة الرملية طيب التربة وش نقصد بالتربة لما نقول تربة وش نقصد فيها ممتازين عبارة عن فتات من الصخور طيب هل أشكالها متشابهة أو مختلفة النوع اللي عندي متازين أشكالها مختلفة تختلف عن بعض التربة الرملية هذه لونها أحمر بني محمر وهذه بني داكن مره غامق وهذه بني فاتح أيضا تختلف في حبيباتها إذا المسناها إذا المسناها بعض حبيباتها كبيرة وبعض حبيباتها صغيرة أيضا تختلف إذا حطيناها بكاس ماء وصبينا عليها موية نجد أن بعضها ما يحتفظ بالماء زي التربة الرملية تسر بالموية بسرعة لكن النوعين الآخرين يحتفظون بيش بالماء يخلون الماء في التربة يبقى الماء بين أجزاء التربة عكس التربة الرملية ليش ينفذ منها الماء هذه اختلافات فيما بينه مش معنى ينفذ يعني يتسرب منه بسرعة مثل ما أخذنا في درسنا الماضي في التجربة طيب عندنا أيضا السؤال يقول مما تتكون التربة التربة ماذا تتكون عبارة عن إيش تزين التربة التربة عندنا ويتفتت ويتفتت بعضها طيب الفتات هذا يتجمع هذا نسميه تربة يكون لنا التربة طيب بعدين هذا الفتات يختلط مع بقايا نباتات أوراق نباتات ولا بقايا أو مخلفات حيوانات إحنا لما نروح الشارع ونشوف الأشجار أو في الحديقة وش نلاحظ تحتها تزين تربة وفيه أوراق متساقطة محا طيب الأوراق هذه ماذا بيصير لها بعضها بيطير مع الهواء ممتازين وبعضها بيتحلل شو معنى بيتحلل يعني بيتفكك خلاص سواء من حشرات تتغذى عليها أو سواء من البكتيريا أو من درجات الحرارة اختلافة وتبقى في التربة وتبقى في التربة زي عندنا هنا التربة نشوف عندنا جذور نباتات إذن التربة مخلوط من فتاة الصخور ومن بقايا نباتات وحيوانات طيب نشوف مع بعض طبقات التربة أخذنا هذه وقلنا التربة تتكون من كم طبقة ممتازين اللي عندنا الآن أنها تتكون من طبقتين الأولى هذه والثانية هذه طيب الطبقة الأولى شو نسميها ممتازين نسميها طبقة سطحية نسميها طبقة سطحية دائما الأعلى نسميه سطح لذلك سميناه سطحية إحنا أعلى البيت شو نسميه؟ نقوله سطوح لأنه أعلى شي طيب عندنا بالتربة هنا الأعلى نسميها طبقة سطحية وشيوجد فيها وشي نحصل فيها؟ ممتازين نحصل فيها النباتات والحيوانات كالديدان وغيرها ممتازين وش بعد؟ وجذور النباتات يا سلام عليكم ممتازين وإذا عندنا سماد طيب وصبينا نصب فوق التربة هذه إذن في التربة السطحية طيب الجزء اللي تحت هذا شو نسميه؟ يا سلام عليكم ممتازين تحت تحت السطحية نسميها تحت السطحية أسفل منها طيب نقول لها تربة أو طبقة تحت سطحية طيب شو يوجد فيها؟ وش نحصل فيها؟ ممتازين نحصل فيها رمل فتاة صخور وأيضا فيها بعض الصخور بعض الحجارة حين إحنا إذا جئنا نحفر أرض كل ما نزلنا خلاص تبدأ التربة تقل ويبدأ تظهر لنا الصخور وحجارة فهذه عبارة عن الصخور موجودة في الطبقة التحت سطحية طيب نجي نشوف في التربة السطحية موجودة يوجد فيها نباتات ويوجد فيها تزين الحيوانات وفيها بعض بقايا النباتات أوراق الأشجار هذه اللي تموت تصير في الطبقة السطحية زي كذا هذا المنظر نشوفه تحت الأشجار اللي في الحدائق أو اللي عندنا بالشوارع وأيضا تحتوي التربة السطحية على بقايا حيوانات مخلفات الله يكرمكم من الحيوانات موجودة في هذه الطبقة لما تمشي أغنام منها أو أبقار أو غزلان طيب مخلفاتها تبقى فين في هذه الطبقة طيب نشوف الطبقة الأخرى اللي تحت السطحية سميناها تحت السطحية هذه الطبقة وشي وجد فيها متازين بعض الصخور وبعض جذور النباتات اللي كبيرة مرة وجذورها عميقة ممكن توصل لهذه الطبقة فيها بعض الصخور وقليل من الجذور موجود فيها جذور من جذور النباتات الكبيرة جدا طيب نجي للتمارين عندنا التمرين بناخذ هذه التمرين عندنا الخمس الجمل مع الخمس كلمات اللي موجودة على اليسار بسم الله نبدأ مع بعض في المفردات يقول أكمل كل من الجمل التالية باستخدام الكلمة المناسبة وعطاني خمس كلمات نقرأها مع بعض بسم الله يرى الكلمة الأولى التربة ممتزين الكلمة الثانية المعادن الكلمة الثالثة الصخور ممتزين الكلمة الرابعة الدبال الكلمة الأخيرة الموارد الطبيعية ممتزين يرى ناخذ الجملة الأولى وش تقول الجملة الأولى واحد في فراق نبين عبيه أجزاء صلبة غير حية تتكون منها الصخور يعني الصخور تتكون من هذه المادة احنا قلنا قبل شوي الصخور فيها مواد تتكون منها وش نسميها وش نختار من الكلمات ممتزين نختار المعادن في المعادن عبارة عن أجزاء صلبة وغير حية أجزاء صلبة وغير حية هي تكون أو هي موجودة في الصخور فتتكون منها الصخور طيب نروح ناخذ الجملة الثانية شو تقول الجملة الثانية تغطي فراغ الأرض وقد تجدها تحت الشوارع وحتى في قاع يعني في أسفل البحر أعمق نقطة في البحر هذه نلقاه فيها وش اللي ممكن نلقاه اللي يغطي الأرض ممتزين اللي هي الصخور إذن الصخور عندنا تغطي هذه الأماكن توجد في هذه الأماكن طيب نروح للجملة رقم ثلاثة يقول فراغ تربة تحوي الكثير من بقايا النباتات والحيوانات المتحللة يعني يوجد فيها أو هي عبارة عن بقايا نباتات أوراق أشجار أو ثمار سقطت من الأشجار وتعفنت خلاص أو أغصان أشجار أنت طاحت طيب تآكلت وسقطت مع مخلفات حيوانات هذه كلها مع بعض شنسميها ممتزين نسميها الدبال فالدبال هو عبارة عن بقايا نباتات وحيوانات متحللة طيب يرى ناخذ مع بعض الجملة رقم أربعة تختلف فراغ في لونها وملمسها وتساعد النباتات على النمو طيب يعني شفنا إحنا قبل شوي أنواع منها مختلفة في لونها وممكن نلمسها أيضا تختلف في ملمسها ويحتاجها النبات عشان نقدر نحط فيها البذور ونسقيها موية وتنمو وتكبر إذن هذه ما نسميها تربة أو موارد طبيعية ممتازين تربة إذن تختلف التربة في لونها وملمسها وهي تساعد أيضا النبات يحتاجها في عملية النمو نذهب عندنا للجملة الأخيرة رقم خمسة شو تقول الجملة الأخيرة النباتات والماء والصخور والمعادن أمثلة على طبعا الموارد الطبيعية بس نريد أن نفهم وش معناه موارد طبيعي موارد يعني إحنا ناخذه ونستفيد منها نستورد نجيب وناخذه ونستفيد منها طبيعية لأنها موجودة في الطبيعة في النباتات موجودة في الطبيعة نستفيد منها ناخذه ونستفيد منها والماء موجود في الطبيعة وناخذه ونستفيد منها الصخور موجود في الطبيعة وناخذه ونستفيد منها والمعادن أيضا موجودة في الطبيعة ونأخذها ونستفيد منها فلذلك كلها نسميها موارد طبيعية إذا أخذنا في درسنا هذا مراجعة في الفصل السادس على الدرسين اللي كانوا عندنا وأيضا حلينا الجزء الأول من التمارين باقي التمارين إن شاء الله تكون معنا في الدرس القادم بإذن الله إلى هنا نتوقف إحنا وإياكم إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم بإذن الله استدعكم الله الذي لا تضيع وداعه في أمان الله